بسم الله الرحمن الرحيم كنت تكلم اليوم من البيت المعتقل السياسي الدكتور محمد بعسو حضر رموز جماعة العدل إحسان المعتقل تعسفيا في ملف من الملفات اللي صبحات معتادة في المغرب لمواجهة أصحاب الرأي المعارض للمنظومة القائمة منظومة السلطوية من هذا البيت هذا اللي رأك يتسمى سمية البيت المفتوح لأنه واحد المكان المفتوح من أجل المتضامنين اللي يتضمنوا مع المعتقل بعسو وأيضا من أجل المؤذرة والمساندة للعائلة دياله الوجود ديالنا اليوم في مدينة مكناس هو في إطار قافلة حقوقية اللي جات كالضم مجموعة من شرفاء وشريفات هذا الوطن من المنافحين والمنافحات على الحرية والكرمة والمطالبين والمطالبات بحقوق الإنسان والمناضلين في كل الملفات الجارية حاليا لكي ديالت معتقلين واللي كانوا حاضرين معنا عدد من يمثل هذه الملفات من عائلات المعتقلين خصوصا عائلة سليمان الرسوني وعمر الراضي ونردي العواج وريضا بن عثمان وايضا استحضرنا في هذه المناسبة ملفات أخرى خاصة ملف شباب الريف وايضا ملف توفيق ابو عشرين وملف محمد زيان وغيرهم من الملفات الحقوقية جينا وقفنا قدام المحكمة في إطار بالتزامن مع جلسة أخرى من جلسات تحقيقية الجلسة الرابعة واللي تم مرة أخرى التعجيل ديالها اللي في واحد الملف اللي كان أعتبره وتجمع كل الأصوات لأنه ملف فارغ ملف ملفق هذه التهم لم تعد تنطلي على أحد هدفها الرئيسي هو كبح حرية رأي هو تكميم الأفوه فقلنا هذا الشيء في الوقفة وسجلناها أيضا في زيارتنا للعائلة اللي جينا كان نعلنه التضامن معها العائلة ديال الدكتور بعسو كان نضاننا وضغطنا ورفع الصوت ديالنا سيستمر سواء في هذه الملف أو الملفات الأخرى إلى أن يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين ظلما وتعسفا ولن تنطلي هذه الملفات وهذه الشائعات وهذه الإشاعات وهذا التشهير على أحد بحكم أن الجميع الآن يتابع ولا يدل على ذلك من حجم هذه القافلة اليوم لضمات أصوات متنوعة منتجهات مختلفة لكلها تجمع لأن مطلب أساسي كفى كفى من تلفيقتها من الملفات السياسية ومن الضغط للتغييب وراء السجود من أجل الرأي وفقط الرأي شكرا لكم بابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا